السلام عليكم ان شاء الله الفيديو ده هنحل فيه اخر جزئية في الدرس الثالث اللي هو بتاع الدينام مع اخر جزئية في الدرس الرابع اللي هو درس ترانسفورمر الجزء بتاع الموتور انا ستطمع بعض اليه لانهما شبه بعض اول سؤال بيقولك The ratio between number of coils to the number of segments هو عايز عدد الكويلز على عدد السيجمنت في الهولو متاليك سيلندر في اليوني ديركشنال داينومو عندنا في اليوني ديركشن هو كان فيه كويل واحد وكان فيه كان سيجمنت كان فيه اثنين هو عدد الكويل على عدد السيجمنت ولي نفس الرشيو اللي موجودة في الدي سي كمان يعني لو حتى قال الدي سي داينومو مش اليوني ديركشن كانت برضو الرشية تبقى 1-2 If the frequency of generated current in AC dyno is 50 الفريقونسي بتاع الدينامو after being rectified into a direction طيب احنا هنا عندنا ادي الـ AC dyno ودي الدينامو بعد ما حصل له rectification هو هنا مدينا frequency 50 وبيسألني على frequency هنا هو frequency هو ان انت وصلت لنفس الـ position في خلال قد ايه؟ يعني مثلا دا ماكسموم وده ماكسموم فدي ثانية 2-3-4 انت وصلته بعد 4 ثواني لكن هنا الماكسموم انت وصلته بعد ثانيتين يعني هنا بريدك تايم قل للنص يبقى frequency تزيد الدو تزيد الدو سبقى ثانية 3-3-4 و الان الكمتائر احتمام El Commutator بدلا الكمتائر المكان الكمتائر دا ماكسموم والكرمتائر في الـ الدو الان الكمتائر الكمتائر و الان الكمتائر انتظر من تنجل نفسه لكن الكمتائر هيخلي الاكسترنال سيركيت هي اللي تبقى ايه يوني داييركشن فالي جابه C زوجت الجزء المسؤول عن انه هو يزبط الاتجاه هو كل الفرق ما بين الاسي واليوني داييركشن الكوموتاتور بادما دا في تورينج دا في كوموتاتور كوموتاتور هنا هو نمبر كان هو نمبر سري افزال دياجرام represent structure of dynamo if side a b as this moment move out of the page and the coil of the dynamo has rotated a complete cycle البراش F1 ولا F2 بيسألك بقى هي بوستف في ال 2 هافز ولا بوستف في ال 2 هافز ولا F1 بوستف في نص هاف بس هو مبدئيا كده طالما في كوموتاتور طالما في كوموتاتور يبقى الاتجاه بره unidirection طالما الاتجاه بره unidirection يبقى البراش اللي هتبقى بوستف هتبقى بوستف دايما والبراش النيجاتف هتبقى نيجاتف دايما لانه هو الاتجاه بقى ثابت فقصة ان F1 بوزيتف فان وفزا هاف يبقى اكيد نيجاتف في الهاف الثاني دي ما تنفعش ولا دي تنفع برضو ان F2 تبقى بوزيتف في هاف والنيجاتف في الهاف الثاني والاتنين دول ينفعوا لهو ACA دي كانت بوزيتف ودي كانت نيجاتف دي بوزيتف وبيتغير لكن احنا عندنا هين الدياريكشن فالبوزيتف هتفضل بوزيتف والنيجاتف هتفضل نيجاتف اعرفها ازاي عمل هو قالك دلوقتي ايه بي ده بيتحرك قوت طب احنا هنستخدم انهي ايد احنا عندنا الاندكشن يبقى ايدك يمين يبقى الاتجاه قوت يبقى صبعك التخين يبقى خارج بره الصورة خارج بره السكرين وعندك الفلكس من النورس للساوس فالصبوع ده يبقى مشاور كده هتلاقي ان الكورنت الفوق يعني هتلاقي اصبعك التخين خارج بره اصبعك الطويل مشاور كده هتلاقي الترس صوابع دول جايين كده يبقى اتجاه الكورنت من البي ومن سيل دي يبقى هو خارج دايما من F2 يبقى F2 هي البوزيتف وF1 اكيد هي تبقى النجاتف يبقى اللي يبقى بي طبعا هو فيه جابتين ينفعوا يعني بس طبعا مش هبقى جابتين يعني بص ده نورس الساوس ونورس الساوس قوت وانتو هنا ساوس نورس وساوس نورس انتو لو كان جاب هنا قوت كانت هتبقى دي يجابة صح يعني يا رب تبقى فاهم انا بقول ايه طيب تعال الاول نجرب نورس وساوس دول الايه هي النورس والبي هي الساوس طيب عندك الكهربا ماشية كده 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 وراجع من F1 ايه دا كاليمين بقى الحلوة كده هو عايز x y بيتحرك فان اتجاه هو دلوقتي الكارنت في x y لتحت والنورس للساوس الفلاكس اهو يبقى الثلاث صوابع بتوعك يبقى لتحت والفلاكس يبقى نحيتهم يبقى دا بيتحرك انتو البيج فالاجابة دي تنفع طيب لو كنا عكسنا يعني يعني جينا قلنا دا الساوس وده النورس برضو اتجاه الكهربا كان هو هو بس كل الفكرة ان الفلاكس هيختلف فلو جيت برضو تشوف x y دا تلاقي كاليمين تلتحت والفلاكس كده كان يتحرك قوت يعني لو كانت دي قوت كانت هتنفع بس احنا عجبتنا خلاص من بي بي دي الاسئلة بتاعت الدينامو انخش على اسئلة الترانسفورمر اللي كنا سعبينها والموتور ايدنتيكا الالكتريك ترانسفورمر ووركة وبتنشع الديفرنس متين وعشرين يبقى دي الفي برايمري متوسرة ب بدتوه ساكندري كويلز الاولاني ميديك في في ساكندري بتاعته والآي ساكندري والتاني ميديك برضو الفي ساكندري بتاعته والآي ساكندري نمبر الفرنسفورمر الفومية دا ان برايمري عايز نمريف ترنز في كل واحد من السكندري احنا كلما نطبق انهي قانون ان في برايماري على في السكندري الاول ان برايماري على ان السكندري الاول في برايماري 220 الاول مثلا اللي هو المروحة فالفي بتاعته بستة ان برايماري 1100 و احنا عايزين ان سكندري بتاعته هتطلع بتلاتين ولو جينا برضو طبقنا في برايماري على في سكندري التاني اقوال ان برايماري على ان سكندري التاني هتلاقي ان في برايماري هي هي 2200 بس الفي التانية باثناشر ده 1100 يبقى ان سكندري اتطلع بستين يبقى اللي جابة الاولى الاوليكتر الكارنت انتنست باسنج في برايماري كويل لو الاتنين اشتغلوا مع بعض دي كنت منجبها من قانون مين من قانون باور ان الباور بتاع البرايماري اقوال باور السكندري الاول و میمعا باور السكندري التاني V AB220 V secال المترجم الزيادية الترانسفورمر يوجد بردو 2 ساكندر كويل يقدم بردو 2 إلكتريك ديفيزز سوزا وبريتنج في اتش زمق انديفيديولي كل واحدة الشغل لوحده عايز V1 و V2 بردو هنعمل V برايماري على V ساكندر الاول N برايماري على N ساكندر الاول V برايماري من الدهنة بستمية V ساكندر الاول عايزينها N برايماري 1200 N ساكندر الاول بستين هتطلع الاولانية بثلاثين طب بالنسبة للتاني بردو V برايماري على V ساكندر التاني equal N برايماري على N ساكندر التاني يعني 600 على V equal 1200 على 30 هتطلع الاجابة 15 يبقى اخر اجابة هي صحة وين ترانسميتي انجر الاوليجنال او لونج دستانس يوزن الالكتر ترانسفورمر اذا فولتج اذا ساكندر التانسفورمر ترانسفورمر يعني عند الاريجنال كان عندنا V وتنقلت بعد كده زادت عشر مرات يعني كأنه استخدم انجر اقل اذا ساكندر التانسفورمر انجر اذن اذا ساكندر التانسفورمر وانجر اقل اعلى وانجر اقل لو ما استخدمت اذا بيقولك هو الباور كده كده لست كنا بنحسابه من I bar 2R فالR سابتة في القصتين لكن انت طالما زودت الفي عشر مرات يبقى ال I L قد ايه ال I L 1 على 10 يبقى انت لو حطيت ده I يبقى ده 1 على 10 I طب تعالا نعوض هنا هيطلع لك هنا I bar 2R لكن هيطلع لك هنا 1 على 10 power 2R اللي هيطلع لك 1 على 100 I bar 2R هو عايز Loss of Consumed هيقل بنسبة قد ايه يبقى بدل ما هو هيبقى I R هيبقى 1 على 100 I R يبقى لجابة 1 على 100 يبقى الايكترانسفورمير ريشيو مبين نمبر افترنز لكويل 1-5 يستخدم لترانسفير الايكترانسفير الايكترانسفير باور 100 كيلو وات ويزا بوتنشال ديفرنس 20 فولت فرم الايكترانسفير باور ستيشن ومعايا ال V يبقى اول حاجة هحسبها يمين ال Current ادي 100 والكي دي اللي هي 1000 10 بار سري ال V بـ 200 هيتلع الاي بـ 500 أمبير بعد كده معانا ترانسفورمير الترانسفورمير اكيد اللي محطوط هنا بيبقى Up يعني N Primary على N Secondary 1 over 5 ومعايا الاي وعايز الاي التانية هيبقى اي مين على اي مين الاي العكسي يبقى اي secondary على I Primary تعتبر الاي اللي معانا دي I Primary واحنا عايزين نحسب I Secondary هتطلع 100 هنعمل اي بـ I Secondary دي هنحسب بيها الباور لست I Power 2 في R يعني 100 باور 2 في 4 أم هتطلع الباور لست 4 في 10 باور 4 ساعت هنحسب ال Efficiency الباور بتاع الترانسفورمير Transmission او sorry Electric Power Station اللي هو 100 ألف منس الباور لست على الباور بتاع الترانسفورمير تاني وكل ده multiply 100 هتطلع لك ال Efficiency 60% ودي وحشة جدا Electric Power 200 كيلو وات Required to transfer power from power station to one of the factories through transmission line ومدينة resistance 50% 0 0 0 0 0 0 معايا الباور ومعايا V اه ده رح سوف بالاي بس المرادة مافيش ترانسفورمير فهذه 200 في 10 باور 3 equal 1000 في الاي الاي هتطلع بكم هتطلع بمتين عايز دروبن الفرق ما بين الفولت بتاع الالكتريكبور ستيشن وبتاع المصنع اللي وصل له ده هنعمل IR 200 بمتين في هاف هتطلع 100 فولت الباورلوسط I bar 2 R معانا I 200 في اول خطوة ننساش bar 2 و الر بنص هتطلع 2 جنبها 4 صفار يعني اول اجابة الالكتريك انرجي ترانسفورم باور ستيشن سرو كيبول او وير الالكتريك جنريتور سبليزر ستيشن ويزا باور 400 كي وات اذا قد ترى التستيشن التسيشن 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 او قد ترى او مرتبط 1 و 0 وصفار نصفار او مرة مستخدم وكبيرة طبعا قبل ما نحسب او مرتبط التسيشن النفار باورلوسط سيبقى نصفار west كبيرة فالi ستبقى صغيرة فالبيلوس ستبقى صغيرة نحل المسألة مرتين power equal v i يعني 400 في 10 power 3 equal مرة v 10 power 4 ونحسب i i ستطلع 20 ومرة ثاني سنقوم نفس power بس v هي 5 10 power 5 مع i هيطلع i 0.8 power lost i bar 2 r يعني 20 power 2 في الر اللي هي فوق 200 هيطلع power lost 8 وجنبها 4 تصفار اللي هي اول اجابة لكن هنا power lost i bar 2 0.8 bar 2 في امتين هيطلع لك 128 وطبعا فرق كبير ما بين power lost لازم نستخدم step up باستنج الالكتر كورنت انزا كويل في الالكتر كموتور دورنج ايه الى بيحصل له هو الكهرباء اللي في المطور اتجاهها بيتغير ولا ثابت والمطور عبارة عن اسمها ايه باتاري متوصلة بالكميوتوتور والكميوتوتور متوصل بكويل هو اللي بيخلي يحصل في روتاشن كويل ده فالكهرباء كانت كده فكانت ماشى من الباشا ده ما يلف هو كده كده اللي برا ثابت الباشا ده لف نص لفة وجيبه ده ايه بي سي دي الكهرباء كده تقومشها ازاي العكس فكده كده جوه الاتجاه بتاعها بيتغير والديريكشن بيتغير يعني برضه هنا كانت الكارنت اللي جاي ماكسمم بس لو الكويل ده بقى عامل كده هل ده يبقى لمس الكميوتوتور لا هلا بقى فيه كارنت لا عشان كده الانتينستي بتتغير والاتجاه هو كمان بيتغير طيب بتتغير كلها ده كل نص لفة انزل الكتريك موتور الكارنت فانيشد فاني بوزيشن احنا لسه عالين ورا ان هو فانيش اما يبقى الكويل بربندكرا لعفلكس يعني التورك زيرو والفي اللي في الدينامو زيرو بس الفاي ام مالها الفاي ام ماكسمم فهو بيسألك هو فانيش لو ماجنتيك فلاكس لينكت بالكويل لا احنا قلنا اما تبقى ماكسمم لو ماجنتيك فلاكس دينستي لا ده اصلا كونستان التورك فانيش ايوه هي ده التورك فانيش باك انديوز ام مف الاكترو بوت في فورس وفي زا كويل في زا موتور قلنا باك انديوز ام مف كل وظيفتها ان هي بتثبت سرعة الدوران بتستيبلايز لو هي جاء تسرعها تبطأها لو جاء تبطأ هتديها فورورد وتسرعها فالتنين مع بعض بيشتغلوا ان هما يثبتوا سرعة الدوران اتجاه التورك بيعتمد على مين التورك بنشتغل في فيلم انجليفت هند رول اللي هي FBI ده الفورس وده الفلاكس ودول الكارنت فاتجاه الفورس الكويل بياخده او الوار بياخده ويعتمد على الكارنت اتجاهه بتغير حسب اتجاه مين ده نورس و ساوس و اتجاه مين كمان اتجاه الكارنت فعشان كده هنختار وفايف زي اوز زي اوز زي اوز زي اوز زي السؤال اللي فات بالظبط ايه اللي هيخليه روتايت اللي هيخليه ياخد تورك المفروض الباتاري و مين والماجنت السهوبة بيقولك اللي بيديله انرجي يقصد الالكتريك انرجي عشان كده هيختار كمبوننت 5 لو كان في 5 و 3 كن اختارها برده اوز المفروض الباتاري بتاع الكويل انه هو بربندكولر على الفلاكس عشان ما يبقاش لمسها يعني التورك بزيرو ايه اللي هيخليه كامل دوران الاخي كليه كامل دوران الانيرشيا و بزيت فجر بزيت فجر بزيت فجر بس هنا بيسألني على التورك ماله هنا احنا عندنا العكس هنا الكومبوتور لامس البراش فده كده الكويل برارل يعني ماكسيمام تورك وماكسيمام في فعشان كده الاجابة هتبقى ماكسيمام فاليو ونموتور كويل ستارت روتاشن فرمومنت اتويتش بلين وسبرارل يعني ده كده ماكسيمام تورك زينزا فاليو ويتش دكريز جراديول هل التورك اه احنا قلنا التورك هيقل طبب ماجنيتك فورس لا الماجنيتك فورس سابتة الماجنيتك فلوكس لا الماجنيتك فلوكس هتزيد مش هتقل قلنا دايما ماكسيمام دايما ماكسيمام دورين روتاشن اذا كويل موتور فرم بربن ديكلر بوزيشن اذا برارل البوزيشن ايه الكوانتيتي اللي هتزيد يبقى التورك والفي عادي التورك لانه مراد يجاي يقولك من البربن ديكلر للبرارل فالبرارل ده ماكسيمام في التورك وماكسيمام في الفي ليا ان بي ا اوميجا اوزيد اوزيد فجر موتور كويل روتيتنج فرم بوزيشن زين زين مومنت اتويتش زين كارنت ريفيرز الديريكشن احنا متفقين ان الكارنت بيريفيرز الديريكشن اما يبقى الكويل بربن ديكلر عفلاكس ليه؟ عشان يبقى الفي بكم عشان تبقى الفي بزيرو الاتجاه هنا هو كان بوزيتف الاتجاه هنا كان نيجاتيف غير اتجاهه اما الفي كانت بزيرو الفي زيرو والتورك زيرو لكن الفاي ام كانت ايه؟ كانت ماكسيمام ده البوزيشن اللي هو غير فيه طيب الباشا ده لو لف ستين هايجي براريل لا انا عايزه يجي بندكرر يبقى بعد ستين اللففه كمان تسعين يبقى هيلف مية وخمسين ديجري امز الفيجر بريزن ستركشور في سيمبل موتور ويتش بارت شوين ان الفيجر كان بي موديفايد او ريبليزد عشان الماكسيمام ميكانيكال باور يزيد هو دلوقتي احنا واخدين يوني ديريكشن يعني هو السرعة الاتجاه السابت بس السرعة بتزيد وتقل احنا عايزين ناخد الماكسيمام يعني احنا عايزين نحاوله كأنه دي سي موتور طيب احاوله زي دي سي موتور ان انا احط ميني كويلز وبالتالي الكوميتوتور هيكون من سيجمينس كتيرة يبقى الجزئين اللي هيتغيره هم وان 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 عايز يبقى حضرتك هتشيل ده وتجيب لمبة وتلففه يعني تمسك بقى انت بايدك كده وتجيب زي ما قلنا بنقول هتجيب منافلة كده وتلفه فهتقلبه كأنه ايه كأنه داينمو هتلفه عشان تاخد هنا كارنت عشان يتولد فيها كارنت وهو عايزين يعني برضو كوميتوتور شغاله اشته كده هزيد وتقل يبقى انت كل القصه ان انت اشيل برض فور دي وحط لمبة حط جلفانوميتر اميتر اي حاجه تقرأ كان بيوزد توبتن اي سي كارنت برضو هو عايز يقلبه داينمو بس عايزه اي سي كمان طيب مبدئيا فور هيتغير وتو يتغير تجيب تورينجز بقى لان اما كنا منركب تورينج هو اللي كان بيدينا ال اي سي الجزء بتاع الموتور والدينمو الاخير ال اي سي و ال دي سي المفروض انه سهل بس هزم تفاهم اسائلتو كويس قوي فالتنا نجا عليهم ولو في حاجه مش واضحة بعتولي سوا عليكم